مجدداً الناعمال الدقيق المجدد الأمان مجدد المباشرة الأصدر نتكون نحن على المشكلة السنطري مجدد المحهم العشر لعبه عشان نهجم عليه إن شاء الله إذا سلمنا من الاثنين اللي عندي حاليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير أنا لعبت ثلاث حلقات مثل ما شفتها نزلتها في اليوتيوب بس هذه التخزينة طيرتها ليه بقول لكم على هذه الشغلة سويت تخزينة جديدة مثل ما تشوفون هنا في تخزينة سميتها ريفنج أو الانتقام زين بسبب أن التخزينتين هذرة التخزينة هذي اللي نزلتها هنا في اليوتيوب كانت اسمها وانتد فكنت واجه فيها مشاكل شخصية هذه كانت الألوان مع شخصيات الثانية متشابهة فلذلك وفي شخصية برضه وشفتوا معي في السلسلة نفس اللون ونفس الشكل فأنا عانيت يوم مثل نشوف السفن وهي في البحر وكذا أنا تقدمت في اللعبة شوي ووصلت إلى حلقة الرابعة والخامسة بس لسه ما نزلتها في اليوتيوب فوجهت فيها مشاكل على العموم مثل ما تشوفون يا جماعة الخير هذه أول الشغلات اللي نرفزتني في اللعبة الشي الثاني الحلفاء اللي هم الصينية وهذه الشخصية اللي مشابهة لي ضد العجوز يعني ولا شيء عرفت أنا بقول لك شغلة أتحداك أتجيب لي أي واحد في اليوتيوب ختم القصة أو اللعبة هذه والعجوز هذه من ضمن العداء عنده من ضمن العداء الثلاثة مثل ما تعرفون فيه ثلاثة صح فأتحداك أتجيب لي أي يوتيوبر غلب هذه العجوز فلذلك أنا أقول لك هذا الكلام لأن العجوز أعلنت الحرب علي بسرعة وقرب شثني ولعبت بحسبتي لأنها أصعب شخصية في اللعبة وهذا الكلام هو من راسي شفتها في الموقع اللي كنت أقول لكم عليه في الحلقة الأولى أصعب شخصية تلعب معها هي العجوز إذا حظك مرة وسخ أو تبيت صعب اللعبة اختار هذه فأنا حسيتها أنها من باب التحدي والأكشن مو مشكلة بخليها فلذلك في التخزينة الجديدة أنا غيرت شخصيتي اخترت شخصية هذا الشخص والشخصيات اللي ردي حطيت حطيت العجوز طبعا اللي هي أصعب الشخصيات بس قلت بتحداها وحطيت شخصيتين ثانيات جدد عرفت من باب التغيير وأتمنى أنهم بيعجبونكم واحد منهم قوي واحد متوسط فلذلك واحد قوي ممكن أنه يوقف معاي في وجه العجيز هذه النقطة الثالثة والأخيرة هو أقوى نقطة خلتني خلاص أبدأ بداية جديدة من الصفر في هذه اللعبة لأن والله أني فكرت أترك هذه اللعبة وأنا حبيت اللعبة هذه بس ما ودي أتركها فالنقطة اللي افتهمت لي وحلت لي اللغز أن اللعبة هذه يا جماعة الخير ما فيها ستوب ما فيها ستوب برويكم شغلة فالتخزينة هذه أنا لعبت 16 ساعة في 33 وما نزلت إلى ثلاث حلقات أو أربعة صورت فهذا دليل أني كنت جالس مخلي اللعبة شغالة وأسوي أسايمة للجامعة ولا ريبورت ولا أتابع نتفليكس ولا أشوف اليوتيوب ولعبة شغالة والجماعة يبنون فهذه كانت أقوى النقاط صراحة اللي خلتني لا والله أبدأ بداية جديدة وأكون مركز وأسوي كل شي معاهم طبعا ما فاتكم شي أنا وصلت لين الحلقة الثالثة إيش شويت وصلت أنا في التخزينة الجديدة هنا ورح أكمل معاكم السلسلة آسف أني طولت في المقدمة بس هذه النقاط ضروري أني أوضحها لكم وأتمنى أنكم تكونوا اقتنعتوا يعني بالكلام لأنه حرام يعني يستمر مثلا عشر حلقات في السلسلة وأنا متنرفز من هذا الشي وأنا متخر عليهم في شغلة ثانية نسيت ما أقولها أنه في شيء اسمه عالم جديد تروحون لعالم جديد بتشوفونا بعد شوي في التخزينة خلنا أدخل للعبة ورويكم لو تذكرون آخر شيء كنا نقول أنه نريد نوصل لشيء اسمه الارتست بعد الوركرز عفوا أول شيء تبدأ بالفارمرز الفلاحين بعدين الوركرز وبعدها الارتست فلذلك أنا يوم صلت للارتست في احتياجات لهم مثل ما تذكرون الاحتياجات هذه لازم تروح يقول لك العالم الجديد العالم الجديد هذا مختلف تماما الشخصيات مختلفة الشغلات اللي تزرعها مختلفة فالارتست يحتاجون نبات يأكلونه مش متوفر في العالم القديم فلذلك لازم أنت تروح العالم اللي تطور هذا وتجيب من العالم الجديد الأكل المتوفر للارتست اللي يحتاجها الارتست مثل الملابس في شغلتين يحتاجونها من العالم الجديد اللي هو الفرو ويحتاجون اللهم صلع للحمد قل معي اللي هو النبات هذا اللي قلتكم إياه اللي يحتاجونه في الأكل عدد السكان مثل ما تشوفون عندي 1800 فلاح و 2000 ووركرز و 860 آرتست اللي هم الفنانين اللي هو المستوى الثالث الجديد اللي وصلت له في آخر حلقة الحلقة الثالثة بالنسبة المبنى هذا اللي هو السفن الحربية مثل ما تشوفون السفن الحربية الحين أول ما وصلت للارتست قدرت أسوي السفن الحربية فالعجيز لو هجمت حياها الله ولو اعلنت الحرب وغاح إن شاء الله أجلدها والارتست هذه الشغلات اللي يمدينا نسويها مثل ما تشوفون هذا الفرو اللي لازم نجيبه من العالم الجديد أما بالنسبة للشغلات اللي يمديهم يصنعونها لي الارتست أول شي الويندو الويندو تحتاج خشب والمصنعين هذالا مثل ما تشوفون يمأشر عليه يبين هنا اللي هو النوافذ يطلعها مدري كيف من البحر يطلع رمل ساند ماين اللي هو هذا وبعدين يحوله إلى الشغلتين هنا المصنعين هذالا وبعدين مع الخشب الخشب طبعا يطلع هنا يجمعونها مع المصانع هذي ويدخلونه في المصنع حق الويندو وين بنايت المصنع الويندو وهذا هو فيحتاجون هذه الشغلتين مثل ما تشوفون الأسهم واضحة يصنعون الويندو الشغلة الثانية يحتاجون كند فود اللي هو الأكل المعلب طبعا لازم تسوي مزرعة لحم خلنا رويكم المزرعة اللي سويتها هنا أنا زرعت بهذا الشكل تشوفون مثل هذا الشكل عندي مزرعة اللحم يمشر عليها يتبين على يمين واللي هو البيف البقر وانتوا بكرامة وهنا الريد بيبر اللي هو الفلفل طبعا وين الفلفل وين زرعته هذا الفلفل مزرعة الفلفل مثل ما تشوفون يا جماعة جميل يبين كأنها طماط بس كنت أقول طماط يوم بنايتها بس آخر شي تبين لي أنها ريد بيبر على العموم هذه الشغلتين اللحم والريد بيبر يجمعونها في هذا المصنع اللي مثل ما تشوفون مأشر هنا يطبخون هذه الشغلة وبعدين نحتاج آيرون ليش نحتاج الآيرون عشان العلبة مثل ما تشوفون أكل معلب فلذلك أن تصنع مصنع اللي يجمع هذه الشغلات كلها ويطلع لك المنتج النهائي وطبعا تبني جنبه الويرهاوس اللي هو المخزن يروح يدخلك هذا الشغل كلها مثل ما تشوفون يا جماعة الخير شارع كذا يمشي سيدة من هنا وطبعا حاطوا ويرهاوس في النص عشان لو زاد أي شيء أو نقص من وطبعا حاطوا وصدقا حاطوا الويرهاوس وطبعا حاطوا وطبعا حاطوا هاتف مزيد يجب ان نقل اسفن سيفين الحربية اشتركوا في القناة 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 إذا ظهرت علامة فوق يعني فيه نقص في عدد الهذا إيش اسمه؟ نسيت اسمه العربات فاشوف فيه يعني مصرنا عثاني يطلب عربة بس مش موجودة عربتين لازم اطور مرتين فلذلك التطوير بياخذ علي 2520 طمي وعشرين طوب والحين احتاج 10,000 واو عشان اطور المخزن الثالث على العموم لا يا الله هنا الخشاب خلاص هذه المدينة خلصت طبعا سميتها ابوظبي العاصمة تكون عاصمة المدن مثل ابوظبي يبالي يسمي الرياض بما اكثر مشاهدين من السعودية عندي طبعا هذه ثلاث شخصيات عندي هنا اللي هو البايرتس عندي دخلت واحد من القراصنة بدال الشخصيات الصينية هذيك ودخلت هذا هذا مره قوي لو تشوفون جيشي طبعا هذه الشغلة فهمتها هذا الأصفر اللي هو جيشي بالنسبة للجيش مقارنة الجيش مقارنة الاغتصاد جيشي 37 لو تلاحظون عند أي واحد بيتمي 37 هذا جيشه 92 يعني مره قوي والاقتصاد حتى احسن مني 23-17 بالنسبة لهذا برضو جيشه اقوى مني احسن مني لا تباقوا أنهم لدينا الجيش والمجب يجب أن أصبح أصبح لدينا تحسن منك ستكون نحن لا نستطيع أن نتبعه في المقبل جزيرتها والله اهني مع الشلال هذا اللي هنا شوف يا سلام تحت الشلال مدفع يعني والله العظيم جزيرتها حلو وبرضه مثل ما تلاحظون الالوان جدا واضحة الاصفر هذا هنا في كوست عندها هذه هذه مدينتها صغيرة وهنا مثل ما تشوفون النجمة الكوستات هنا يعني واضحة الازرق مثل ما تشوفون اش اسمه انسيت اسمه والله جورج سميث يعني ازرق واضح الخريطة اما بالنسبة هذه العجيز واضح انها ماسكة مكانين واضح هنا بالاحمر انه فيه قرصان جالس يتمشى هذه الامور جدا مهمة انت يوم تمشي تجارتك بعدين من جزيرة الجزيرة خصوصا في العالم القديم هذا اللي كنت اقصده عندها مملكة بس ما يبني فيها كثير المهم نرجع للعجيز اللي يا جماعة والله متفلته متفلته وبتعلن الحارب عليه مرة ثانية اتوقع ولكن هالمرة احس اني متمكن اكثر اقدر اخذ وعطي معها مثل ما اقولتكم اللعبة هذي مقدر اوقفها فلذلك يوم شرح لازم هم يبنون ويطورون شوف ما شاء الله هذي احتل الثلاثة على طول احتل الثلاثة اه العجيز هذي مشكلة هجماعة الخير والله العظيم انها مشكلة وهذا احتل ثلاثة هذا جورج سميث اسمه واضح انها قوي مثل ما شفته جيش هقوي وحتل الحين ثلاثة وقرب مني فلذلك بحاول قدر المكان اني اتلزق معه شوي ضد العجيز هذي اما بالنسبة لهذا انا مش خايف منه حتى ما احتل لا الا والله احتل احتل هنا هذا مش خايف منه كتير مثل ما شفته ما عنده جيش كتير كنت برويكم بس العلاقات بيني وبينهم مثل ما تشوفون هذا دخلت معاه بتريد رايت المساكين هذا اللي حسه ما ادري اش يبغى اما بالنسبة لهذا لو احاول اقول له بس ندخل في التريد رايت انه يمديننا تبادل تجاري الاحتمالية كاتب لي صفر مثله مثل العجيز هذي التريد رايت صفر فيعني مستحيل يكون حليف لي هذا مستحيل الا لو واحد من المياه كذا حظي يعني ضبط الحين هذا طبعا اعلن عليه الحرب وتوقع انه معلن الحرب على الكل مثل ما توقعت قرصان معلن الحرب على الكل ما عدا هذا سبحانك يا رب ما عدا المساكين هذا لذلك يا جماعة الخير والله ما كان ودي ابدا اني يترك اللعبة فيها تفاصيل كثير فيها شغلات حلوة فيها شغلات مشوقة ودي يعرف وش يصير وش ميصير فالكوستات في شغلة برضه انا كنت ساحب على الكوستات الكوستات لازم تخلصها بسرعة عشان توصل للعالم الجديد عرفت طبعا انا ما وصلت للعالم الجديد لثلاث حلقات لاني كنت ساحب على الكوستات فيوم خلصت الكوستات على طول طلبوا مني اني اروح للعالم الجديد مع وحده تكشف لنا قضية ابوهم ليش مات واكتشفوا وشافوا فيه رسالة او كتيب حقه كان اكتب فيهم لاحظاته فكان في الكتيب انه كان متعامل مع جماعة هنا اجبروه يبيع الارض حقه فلذلك الموضوع شوي في القصة يعني مختبص يوم جينا نكلم وحده هنا اللي كان متعامل معها ابوهم قالت لي لازم انك تساعدني عشان نساعد بعض فالنهاية فانا جيت الحين نساعدهم هذه هذه البنت اللي يقول لكم عليها طبعا في المدينة هذه يا جماعة الخير فيه البيوت ما يكتب لي فارمر يكتب لي جورنلز فالعالم الجديد فيه شخصيتين ثانيين غير موضوع الفارمر والوركر والارتست والانجينير بعدين مدري وين بوصل في تقريبا 6 شخصيات في الولد وورد طبعا نفس الشخصيات تكون معي في الخريطة ولكن الورد ما بين مثل ما تشوفون ما اختلف تماما للحين ما احد احتل اي جزيرة الا هذا سمث احتل جزيرتين تريد رايتس مسموح مع هذه في جزر شكلها حلوة هنا العجيز احتلت والله نقول ما احتلت احتلت جنبي فلذلك انا شكري بمسك هذا وهذا على طول هذه الشغلات كلها لازم نسويها السريع لان الوقت مثل ما تشوفون الكمبيوتر هذا هارد اصعب شي جالت لتلعب هارد وانا للامانة في شغلات كثير مش فهمها في اللعبة والبايرتس طبعا هنا ما اقول الا دعولي يا جماعة الخير بالتوفيق والله هذا الشيء اللي اقدر اقوله يعني انا عدت خزينه طيب حط الشغلات الصينية والبنية هذيك والمساكين هذا وينه حتى المساكين هذا ما وصل للعالم جديد والله مش موديود لسه ما وصل بعدين تشوفونا كذا مازك الجزيرة الصغيرة هذي المساكين هذا هذا فكان اقدر يعني صراحة احطهم كلهم سهليين وكلهم يكونون حلفاء عندي طبعا في التخزين القديم انا يوم مشيت شوي والله العظيم يا جماعة ان الصينية والبنة الثانية صاروا حلفاء عندي ضد هذه ضد العجيز هذه ولا قدرنا عليها فلذلك هدد التخزين فاشخة انا احنا الثلاثة فلذلك احتاج احد معي عرفت اتوقع الحين سجلت قرابة النص ساعة فبحاول قسقص وضبط وخلي المقاطع الجاي 20 دقيقة لان فيه كثير قالوا لي 30 دقيقة مش كافية اكتبوا لي نقطة في الكومنت اي حاجة اي استفسارات ما فهمتوا شي او اقتراحات حطوا لي في كومنت اريد بس اعرف هل في شخص متحمس معي لهذه السلسلة ولا اني جالس لعبها اوفلاين ومشي وموري وخرا فأنا للم يوم بشوفكم ان شاء الله على خير فالحلقة الجاي الحلقة الجاي بس يعني على طول ببدأ كذا شغل وبتشوفون تكونوا فاهمين الشغل اللي جالس لسويه ضروري ننزل هذا الحلقة وفهمكم الابديت اللي صار فبس هذا كل شي سامحوني طولت عليكم وان شاء الله بخلي هذا المقطع ما يزيد على 20 دقيقة مثل ما طلبت وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته